السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? جربت تحط اللبن على المحشي. بيجدح حاجة كده لذيذة ولازم تجربيها طعامها طحفة. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. ونبدأ كده مع بعض الفيديو بتاعنا ونشوف اول حاجة بنعملها ايه? اول حاجة معي كورومبا هبدأ كده اقطع كده الايه الراس بتاعتها بالسكينة. بافضل كده اقور فيها بتقطع معي بكل سهولة. تمام كده? والورق اللي اقدر كنت اقطعته من عليها مع الوش بتاعها. هبدأ بقت الوقت حلة كبيرة على عين البتو جايزة روح جاي حط فيها معلقة صغيرة كمون. ومعلقة صغيرة ملح. واول ما ما هي تغلي معي بالشكل ده. هروح جاي حطة كورومبا كده ايه? على وشها بالشكل ده كده. واسيبها لمدة كم ديها. وادكالبها على الوش التاني. واسيبها برضو كم ديها. وابدأ اطلع على الورق بتاعها الى السلق معي. هنا بقى الصلصة جبتي شوي الزيت حطتهم. ولو عندك مكعب زبدة كمان حطيه كمان. وبعد كده حطيت البصلتين حمارة معي. هروح جاي نزل عليها بنص البهرات اللي معنا ديت. اللي هي فلفل اسود وكمون وكزبرة والشطة طبعا هسيبها اخر حاجة مش حطها خالص الوقتي. حطيتها على البصل اللي بتاع تقلبتين نزلت عليها بعصير الطماطم. تمام كده? وبعد كده بقى باقي البهرات معنا اللي هي الكمون وفلفل اسود والكزبرة والشطة. هروح جاي احطها كده ايه في الاخر على الصلصة. وكمان معنا معلقة صغيرة سكر. وروح جاي مقلبها بالشكل ده واسيبها بقى تسبك بقى والملح يحطه اخر حاجة خالص. يعني لما الصلصة تسبك معنا رح جاي احطها الملح. هنا بقى غسلت الخضرة. وغسلت الرز كمان. والصلصة تسبكت معنا رح تجاي حطها عليها. وهقلبها بالشكل ده. تمام زي الفل اهو. تمام. هنا بقى معنا العيدان بتاعت الخضرة. انا مش بقطعها في الخضرة بس بها كده لان طبعا الخضرة اللي من دول العيدان بتاعتها طويلة شوية. فانا خدت نصها كده سبته ونص التاني خرطته مع الايه? المحشي. اه وهنا طبعا الكورنب ازا ما ادي شايفة السلق وقطعته بالشكل ده. جيت هنا بقى جبت الحلة اللي انا هحشي فيها. وروحت جاي حط فيها عيدان الخضرة. مش برميها بس بعدان الخضرة كده احطها في الارضية. لو انت عايزة تحطي طماطم وبصل وجزر والكلام ده كله تمام. زي ما انت عايزة. هنا بقى هبدأ احشي. طبعا مكشفيه وقت بقى لانا بقى ايه? افضل بقى الاول اقطع الكورنب اقطعه وبعد كده ابدأ بقى احشي والكلام ده كله. لا اما كشفيه وقت عندي. فهحشي كده على طول زي ما انت شايفها. اثناء وانا بقطع هحشي على طول كده. اهو حط شوية محشي كده في الورقاي وروح جاي لفها. تمام زي الفل كده زي ما انت شايفها. ما شاء الله المحشي بتعليمين دول مسكر وطعمه لذيذ وتحفة. وكمان لما حطينا عليه كوباية اللبن كان خلى طعمه لذيذ جدا جدا. لازم تجرب الطريقة دي بجد جميلة وسهلة وبسيطة. وتغيير بقى من اللي احنا متعودين عليها دايما. اهو هلف كده على طول. انا لفيت بس اول صف كده هورهولك. وباقي باقي الحلة انا بقى مع نفسي كده بقى هاعد احشيها. وهحشي حلة تانية انا هعمل حلتين. حلة باللبن وحلة من غير اللبن. تمام كده اهو زي ما انت شايفها. هعمل نفس النظام كده في الحلتين. وبعد امام اخلصت الحلتين اروح جايير اجع بقى معيكي ووريكي بقى واحنا بنسق اللبن. والحلة التانية اوح بنسق الشربة ونشوف كل حاجة مع بعض. خلصت اول حلة اهو زي ما انت شايفة. اروح الجايير بقى حط عليها كوبة اللبن زي ما انت شايفها كده. هسقي بيها من غير بقى ما لحطيت ملح ولا هتِت اي حاجة. هي كوباية اللبن بس كده. هسقيها كده. طبعا كنت غالية. وصيبت وبرد تماما. وبعد كده بقى ايه خدت منه كوباية زي ما انت شايفة. هسقيها كده على الحلة. تمام؟ وبعد كده بقى ايه بعد نمسق كده اللبن كده في تانا او كده مش هضيف لبن. لأ هجيب بقى شربة وهيقتها بالملح والصالصة والكمون والكلام ده كله وقلبتها كويس جدا. وبعد كده روحت اي جاية بقى ايه ساقية بقى المحشي بالشكل ده. يعني مش هتحط الكمية بتاعتي كلها باللبن. لأ هي كوباية لبن واحدة بس. عشان برضو المحشي بيحب الشربة. خلي بالك من النقطة دي. فهي كوباية واحدة بس اضي فيها. اهو. طبعا هسيبه اول خمس دقايق كده على نار عالية. يبدأ يغلي كده على النار عالية وبعد كده روح جايم هاديه عليه النار. واسيبه بقى يتشرب كده مع نفسه ويستوي. اهو زي ما انت شايفة كده هو. كده خلاص. انا بهزه كده عشان خاطر الشربة. تنزل في المحشي من تحت كده. والمحشي كله يشرب معنا من الشربة واللبن. هسيبه بقى على النار عالية زي ما قلت لك لغاية لما يستوي معنا. وبعد كده طعم بعد ما يغلي معي كده غلوة حلوة كده جامعة ديه على النار. واسيبه لغاية لما يشرب المياه بتاعته كلها ويستوي كده. شايفة? طحفة طحفة طعمه جميل. لازم تجربيه لو عايز احط عليه كمان سمنة بلدي. خطيها كم مع اللبن. لزيز وطعمه طحفة. لازم تجربيها. وتنسي ليش باللايك والكومنت الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.